موسيقى أهلا بكم تشلع كيان الاحتلال عواصف بيئية وحكومية متتابعة فإضافة إلى الثلج الذي يكسو مدن الأراضي المحتلة بغزو من ويندي أو جنة كما يطلق عليها في الأراضي المحتلة تغزو الفضائح حكومة الاحتلال بشخص رئيسها بن يمين نتنياهو الذي تعصف في منزله رياح الهدر الملي العام على أبواب انتخابات تطرق أبوابه شبه المغلقة يساريا أو شعبيا وأمريكيا فيما تستعد الشرطة الإسرائيلية لفتح تحقيق ضد نتنياهو وزوجته بتهمة التبذير فيما يتعلق بمقر إقامته فساد يطال الأجهزة الأمنية أيضا على المستوى القيادي والعسكري جماعات يهودية إرهابية تتدرب على قتل الفلسطينيين هذه المشاهد لفيلم رسل الرب الذي بثته القناة العبرية الأولى ويظهر فيه جماعة من اليهود الإرهابيين التابعين لمنظمة جباية الثمن تتدرب تدريبا عسكريا على قتل الفلسطينيين وتحديدا على تفجير رؤوسهم بآلة أشبه بتفجير البطيخ على حد تعبيرهم ما من أحد يحبنا ونحن نستعد للمواجهة عندما تقع مواجهة معهم ستكون النهاية متعلقة بنا وقد اعترف المتدربون في لقطات الفيلم بهدفهم الإرهابي الذي يتمثل في القتل والترهيب واستهداف رأس المخرب بحسب وصفهم يستمر الاحتلال في سجن الطفولة والشباب بتهمة الحرية ماضيا في انتهاكاته لحقوق الإنسان فقد أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العسكرية في سجن عوفر حكما يقضي بسجن الطالبة في جامعة بيرزيت لينا خطاب البالغة من العمر ثمانية عشر عاما مدة ستة أشهر إضافة إلى دفع غرامة مالية وأصدرت حكما آخر بسجن خطاب ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ أما السبب فهو مشاركة خطاب في تظاهرة أمام سجن عوفر تضامنا مع الأسرة وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطالبة خطاب التي تدرس الإعلام في جامعة بيرزيت في أثناء مواجهات سابقة أمام سجن عوفر في كانون الأول الماضي إشارة إلى أن الاحتلال الذي أفرج أخيرا عن الطفلة الأسيرة ملاك لا يزال يعتقل عشرات الأطفال ممن هما دون ثمينة عشرة ومن دون محاكمة على نحو يخرج كل المواثيق والأعراف الدولية لعبة الإعلام الغربي في فلسطين تظهرها خمسون ثانية خمسون ثانية تختصر معاناة سنين طويلة يعيشها الفلسطينيون سنون بأيامها وليليها الطويلة تظهر بشكل سريع في فيديو كارتوني من خمسين ثانية فقط يبين ظلم الأعلام الغربي وكيفية تعاطيه مع القضية الفلسطينية وازدواجية المعايير التي ينقلها هذا الأعلام لا سيام الأمريكي في نقل الصورة من الأراضي المحتلة الفيديو يظهر حجرة دفاع عن النفس يلقيها طفل أعزل تصيب جندي في جيش الاحتلال هذا الأعلام يضخم تداعيتها فيما دماء الأطفال الفلسطينيين المهدورة بسلاح الحرب الإسرائيلي لا تلقى أذنا تسمع أو عدسة توثق فجر رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أذيكدار لبرمن قنبلة خلال مؤتمر معهد البحوث الأمن القومي في تل أبيب إذ قال أن أول خطوة له بعد انتخابات الكنيسة المقبلة ستكون تقديم مشروع قانون يقضي بأعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهو ينوي طرح مشروع القانون هذا على الكنيسة القادم ويتضمن أيضا منع إجراء صفقات تبادل الأسرى وقد كتب لبرمن في صفحته على الفيسبوك أن الحرب على الإرهاب هو التحدي الأكبر للعالم في القرن الـ 21 وهو التحدي الأكبر لإسرائيل أيضا مضيفا أنه يوجد فجوة بين ما تنادي به إسرائيل وبين ما تفعله كما كتب أن أطلاق صراح أسرى فلسطينيين من ضمنهم من نفذوا عمليات كبيرة مثل عملية قتل المستعربين في رمالله هو رسالة غير صائبة في الحرب على الإرهاب وأضاف أنه يجب إيصال رسالة للإرهاب مفادها أن هناك تغيير اتجاه وأنه لن تتم صفقات تبادل أسرى فضائح نتنياهو المالية مستمرة فقد ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة الإسرائيلية حضر مساء الخميس الجاري إلى مكاتب وحدة الشرطة لاهاف 433 المتخصصة في التحقيق بجرائم الفساد والجريمة المنظمة وخضع لتحقيق استمر 11 ساعة ووفقا للتقارير فأن نفتالي أدل بإفادة ضد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وزوجته سارة ودعم إفادته بوثائق وأشرط التسجيل أحضرها معه وقال إنه كشف ممارسات للزوجين نتنياهو تشمل شبهات محتملة لارتكاب مخالفات جينائية ومن بين الأمور التي كشف عنها أن سارة نتنياهو طلبت منه نقل هدايا تلقاها الزوجان من زعماء في العالم من المنزل الرسمي إلى بيتهما الخاص وكان مراقب الكيان قد أوصى بخفض الهدر وإبداء قدر أكبر من الحساسية العامة ليشكل نتنياهو نموذجا يحتذى به لتوفير المال العام تتوالى الفضائح المالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتتوسع تفاصيلها التي شملت عائلته ونفقاته فقد كشف مراقب دولة الاحتلال يوسف شبيرة عن مصاريف منزل نتنياهو مظهرا أن حجم تغطية نفقات الغداء والضيافة والحفلات التكريمية لعام 2011 بلغ 490 ألف شيكل أي نحو 130 ألف دولار أمريكي لافتا إلى أن هذه المصاريف لا تتسم بالكفاءة الاقتصادية وبحسب التقرير فأن مصاريف منزل نتنياهو في هذه الحفلات زادت خلال عام 2011 ضعفي ما كانت عليه عام 2009 مشيرا إلى أن عائلة نتنياهو وظفت في منزلها مقاولا كهربائيا كانت قد حذرت عليها لجنة خاصة تشغيله ومما جاء في التقرير أيضا أن نفقات خدمات النظافة في منزل نتنياهو بلغت أكثر من 120 ألف شيكل في عام 2010 أي أكثر من 31 ألف دولار مقارنة مع 85 ألفا في العام الذي سبقه وعن التكاليف الإجمالية ذكر تقرير شبيرة أن أدوات الماكياج والتجميل إضافة إلى تسريحة الشعر لسيدة الحكومة الأولى مولت من مصدرين أولهما اعتمادات مكتب رئيس الوزراء والثاني الأموال الخاصة المخصصة لنشاطات التمثيل الرسمي ما أتاح زيادة في النفقات من دون علم لجنة المالية البرلمانية المختصة وبحسب تقرير مراقب الدولة فأن مستخدمين يعملون في مكتب رئيس الوزراء دفعوا أموالا من حسابهم الخاص لشراء حاجيات ومستلزمات مختلفة للرئيس وأفراد عائلته وقد اتضح أنه في بعض الأحيان لم تتم إعادة الأموال إليهم من صندوق المصاريف اليومية الصغيرة وتطرق التقرير إلى سوء الوضع المعمري لمنزل نتنياهو وتسر بمياه الأمطار إليه وقد شكك المراقب في أن يكون المبنى ملائما للعمل الرسمي نتنياهو رد على التقرير زعما أنه يحترم توصيات المراقب أما الصفعة الأكبر فكانت من الإعلام العبري الذي وجه انتقادات شديدة لنتنياهو وشبهوه بالطفل الذي يسرق من حقيبة والدته وجاءت الانتقادات الأشد في صحيفة يدعوت أحرانوت التي وصفت نتنياهو وزوجته بأنهما فقضا الإحساس بالخجل الفساد ليس في منزل نتنياهو وحسب فبعد سلسلة فضائح الضباط الإسرائيليين الجنسية مزيد من الضباط في إطار الاتهامات وقد أقيلوا على خلفيتها هزة عنيفة تتواصل منذ أشهر في صفوف شرطة الاحتلال الإسرائيلية على خلفية فضائح من بينها قضايا فساد التسقت بقيادة الشرطة ما دفع عددا منهم إلى الاستقالة أو إرغامهم على التنحي من مناصبهم وأبرزها استقالة قائد الشرطة في منطقة القدس المحتلة يوشي فريانتي الذي زعزعت استقالته أركان الشرطة برمتها وفي فضيحة جديدة كشف النقاب عن ضابطين كبيرين مشتبه في ارتكابهما مخالفات جنسية وأجرى قسم التحقيقات تحقيقا مع ضابط شرطة كبير من شمالية الأراضي المحتلة بشبهة ارتكاب أعمال جنسية شائنة بحق متطوعة في الشرطة وتحرش جنسيا بعدد من الشرطيات مستغلا منصبه كمسؤول عنهن كما حقق القسم مع ضابط ثاني يعمل في منطقة الشمال بشبهة التحرش الجنسي الكلامي بحق مواطنة توجهت إليه لكي يساعد ابنها على التجند في الشرطة وأيضا كشف النقاب عن إعداد لائحة اتهام ضد الضابط في استخبارات الشرطة بير السبع بتهمة اختصاب شرطية علما أنه جرت تنحيته أخيرا من الشرطة في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التنكيل بمعتقل وقد أكدت تقارير عبرية أن المفتش العام للشرطة يوحنان دانينو قرر إقالة قائد لواء الساحل في الشرطة وقائد محطة شرطة بير السبع بعد أسبوعين على بدء تحقيق مع الأول بشبهة ارتكابه تحرشات جنسية بحق شريات ويلحق بهم ستة نقباء آخرين يشتبه في ارتكابهم مثل هذه المخالفات الجنائية هذا فيما لا تذل التحقيقات مستمرة بتهم فساد مختلفة متورط فيها ضباط كبار منها الرشوة وطبيض الأموال ويعمل قسم التحقيقات على رصدها وتتبعها اتهم حزب الليكود اليمني بزعامة نتانياهو الولايات المتحدة بتمويل القائمة اليسارية الخصم ودعمها في الانتخابات العبرية وحذر مسؤولنا في الحزب اليميني المتطرف من الرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى الإطاحة بنتانياهو وحكومته على حد اتهامهم وعلى الرغم من تأكيد البيت الأبيض ووزير الخارجية جون كاري وعدد من المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن لن تتدخل في سياسات الكيان وانتخاباته إلا أن المسؤولين العبريين أشاروا إلى أن منظمات يسارية أمريكية عاملة في الأراضي المحتلة تتلقى تمويلها من أمريكا تعمل على إطلاق حملات وشعارات مساندة لليسار العبري في حملته الانتخابية كما تبث ما يسيء لنتانياهو وهي منظمة تخضع لإشراف جون بيرد مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفي هذا الإطار أكدت القناة الأمريكية فوكس نيوز أن أحدى المنظمات التي تعمل الإطاحة ببنيامين نتانياهو تلقت مؤخرا تمويلا قدره مئتا ألف دولار مباشرة من الحكومة الأمريكية ما زال الإعلام الأمريكي يواجه زيارة خطاب نتانياهو أو خطاب نتانياهو المنتظر في أمريكا بشتى الوسائل فتم تسريب هذا الأسبوع تقريرا أمريكيا يكشف المشروع النووي الإسرائيلي في تقرير يعود إلى عام 87 كشفت وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل سرية حول المشروع النووي الإسرائيلي وكيف أن الولايات المتحدة استاعدت كيان الاحتلال في إنتاج قنبلة هيدروجينية بكل ما ينطوي ذلك على خرق لقوانين الولايات المتحدة وللقوانين الدولية التقرير عنوانه تقويم التكنولوجيات الحساسة لإسرائيل ودول النيتو ويتألف من 386 صفحة وجاء فيه أن المنشآت النووية الإسرائيلية شبيهة بتلك التي استخدمتها الولايات المتحدة لتطوير استلاحها النووي ويؤكد أن المنشآت الإسرائيلية شبيهة بالمختبرات الأمريكية الوقعة في لوس ألموس وأوك ريدج مضيفا أن الكيان بحوزته تكنولوجيا تتيح له تطوير سلاح نووي ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة خرقت بهذه المساعدة قوانين فدرالية تمنع تقديم أي مساعدة في تطوير السلاح نووي لدول أجنبية وقد أشار موقع NRJ الإخباري الإسرائيلي إلى أن النشر يأتي في ظل العاصفة التي أثرت حول خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وذكر الموقع أنه طوال عقدين حافظ الكيان على سياسة تعتيم نووي صارمة فيما يتعلق بقدراته النووية وترسانة أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته وبحسب التقارير فإن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك أسلحة تعد الأشدة فتكا على الكرة الأرضية إلى جانب منظومات إطلاق تتيح له توجيه ضربة إلى أعدائه بعيدا عبر الحدود لكن السرية التي تحيط بمشروع إسرائيل النووي لا تتيح للباحثين ولا لخبراء تقدير حجم سلاحها النووي على نحو دقيق ما يضطرهم إلى تحسسه في الظلام والتكهن جادي آيزنكوت رسميا قائدا للأركان إذن تسلم غادي آيزنكوت رسميا مهمات رئاسة أركان كيان الاحتلال خلفا لبيني جانس في احتفالا رسميا بحضور رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو ووزير الحرب موشي علون حيث رقيا إلى رتبة لواء ميجر جنرال إسرائيل في خضم فترة متوترة حافلة بالتحديات ما يلزمها هو العمل الحازم والذكي والمتروي لردع الأعداء والإبعاد خطر الحرب الكيان سيواصل مواجهة الهزات الإقليمية والداخلية ويبقى دائما في عين العاصفة أما نتنياهو فتوقع أن لا ينعم آيزنكوت بأي فترة هدوء مرشحا أن تكون ولايته أصعب الأقوياء وحدهم صامدون في هذا الشرق الأوسط المضطرب فيما تهرول إيران لملأ الفراغ الناجم عن انهيار بعض الدول وتسعى إلى الحصول على السلاح النووي آيزنكوت هو رئيس الأركان الحادي والعشرون في كيان العدو واللافت أنه للمرة الأولى يتسلم فيها رئيس أركان مغربي الأصل إضافة إلى هذا آيزنكوت هو رئيس الأركان الأكبر سنا في تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي فهو يبلغ من العمر أربعة وخمسين عاما بعدما دخل الجيش وتطور فيه بدأ حياته العسكرية عام ثمانية وسبعين حيث خدم قائدا لإسرية الإسناد تحت إمرة استلفه في رئاسة الأركان وصديقه لاحقا جابي أشكينازي الذي كان حين ذاك قائدا للكتيبة الواحدة والخمسين في لواء جولاني وللبنان علاقة بآيزنكوت فقد خدم في حربها الأولى ضابطا صغيرا وشارك في احتلال قلعة الشئيف كما خدم في لواء جولاني في أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني فضلا عن دوره في حرب لبنان الثانية عام 2006 حيث كان آيزنكوت الأقرب إلى جنرال تلك الحرب دان حالوت في هيئة الأركان الحالية يعتبر آيزنكوت الخبير الأبرز بشؤون لبنان وعلى رغم توليه مناصب رفيعة مختلفة في الجيش فضلا عن أنه كان أول من أدخل التدريبات الدفاعية إلى لواء جولاني يجهل الكثيرون حقيقته حتى إن إسرائيليين كثرا صدموا عندما علموا أنه ليس أشكينازيا إنما بربري مغربي فقد ورد آيزنكوت عام 60 في طبريا وترعرع في إيلات ما قاده في بداية حياته إلى تعلم مهنة ميكانيكي بحري وفي عقاب الأعلان الرسمي لتسلم آيزنكوت مهماته لفت المحلل العسكري في موقع معاريف عمير رابابورت إلى أن رئيس الأركان الجديد قد تسلم منصبه في فترة حساسة ليس لها مثيل معتبرا أن التحدي الأول آيزنكوت هو الإعداد للمعركة المقبلة في الشمال التي يمكن أن تندلع في أي لحظة وأشار المحلل العسكري إلى أن آيزنكوت يعرف جيدا الحلبة الشمالية لكونه قائد المنطقة السابق وسيحاول منع حرب في الشمال قدر المستطاع أو على الأقل تأجيلها إلى أن يتم ترميم الخلال الذي ظهر في كفاءة الجيش البري وفي مخازن الضخائر هذا وتوقعت تقارير إسرائيلية أن تشهد ولاية آيزنكوت تصعيدا أمنيا على الجبهتين الشمالية والجنوبية وأن يزداد التوتر في الساحة الفلسطينية وأنه سيكون مضطرا منذ يومه الأول في منصبه إلى مواجهة عدم التوازن وإعداد الجيش في شكل أفضل للحرب وأن يقوم بذلك مع عدد أقل من الجنود ومؤزن أصغر يطمسون هوية القدس المحتلة من خلال تغيير معالمها والمخطط الجديد بعد التهويد تحويلها إلى مكة بنفايات مخطط يهودي جديد يضاف إلى لائحة التعديات في القدس المحتلة فقد كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري ديلياني عن مخطط لبلدية الاحتلال بتحويل جزء من الأراضي قرب مستوطنة نحا العوز الواقعة بين مستوطنة معالي أدوميم ومنطقة إيوان شرق مدينة القدس المحتلة إلى مكة بنفايات وأشار ديلياني إلى أن نشاط ما يسمى ببلدية نير بركات الاستعماري في هذه الأراضي الواقعة ضمن حدود الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا يعتبر انتهاكاً واضحاً للحقوق والمواثق الدولية بالإضافة إلى كونه اعتداء استطاني استعماري سافر على أراضي دولتنا الفلسطينية لافتاً إلى أن رئيس البلدية كان قد حاول في السابق تحديد مكبات نفايات داخل ما يعتبره حدود بلدية الاحتلال إلا أنه واجه معارضة من قبل مجلس البلدية فتوجه إلى المجلس الاستطاني المحيط بمدينة القدس المحتلة ليستخرج الأذونات لتحويل المنطقة المذكورة إلى مكب نفايات كذلك لفت ديلياني إلى الأخطار البيئية والصحية التي ستنجم عن الاستغلال الاستعماري لهذه الأراضي القريبة من تجمعات بدوية ومناطق سكنية فلسطينية خصوصاً في الوقت الذي يتعمد فيه الاحتلال عرقلة الجهود الفلسطينية لتطوير منظومة التخلص من النفايات في المناطق والمدن الفلسطينية المختلفة وطالب ديلياني المجتمع الدولي التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال في القدس مدينة وريفاً وبادية العلاقة الأمنية بين إسرائيل والهند أصبحت في العلن بعد سنوات ظلت خلالها في الخفاء هذا ما بد واضحاً وأكده وزير الحرب الإسرائيلي موشي علون الذي تعهد بأن تلعب بلاده دوراً أكبر في سعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبناء قاعدة صناعية وظهرت إسرائيل كواحدة من أكبر ثلاث دول تصدر السلاح للهند وزودتها بمعدات منها صواريخ دفاعية بحرية وطائرات بلا طيار لكن مثل هذه التعاملات لم يعلن عنها ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى خوف الهند من أن تغضب عليها الدول العربية ومواطنيها المسلمين وعددهم كبير وقال يعلون في كلمة ألقاها في نيو دالهي بعد أن حضر معرضاً جوياً اعتدنا أن نبقي علاقاتنا الأمنية في الخفاء والآن أنا هنا في دالهي لأجتمع مع رئيس الوزراء مودي ووزراء آخرين وتأتي الزيارة في وقت يجري فيه الجانبان محادثات بشأن اتفاق هام لتقديم رادارين محمولين جواً للإنذار المبكر لتركيبهما في طائرات هندية روسية الصنع وكانت إسرائيل قد قدمت للهند عام 2004 ثلاثة من أنظمة فالكون أكواس أو أواكس للإنذار المبكر لتبدأ بينهما شراكة استراتيجية باحثون أمريكيون يكشفون القراصنة العرب استخدموا طرقاً متطورة لسرقة بيانات حساسة لمؤسسات العدو مجموعات عربية مركزها قطاع غزة هي مصدر سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت كيان العدو منذ عام 2013 هذا ما أورده تقرير الشركات التريند مايكرو المعنية بالأمن الإلكتروني حيث أشار باحثون أمريكيون إلى أن القراصنة العرب استخدموا طرقاً متطورة لسرقة بيانات حساسة لمؤسسات العدو من بينها الحكومة وقطاعات النقل والدفاع والجامعات مشيراً إلى أنه تم أيضاً استهداف منظمة مقرها الكويت وجاء في تقرير الخبراء تأكيدهم أن القراصنة استخدموا تقنية الاستياض عبر توجيه رسالة إلكترونية تحتوي ملفاً مرفقاً يتضمن شريطاً إباحياً وبالتالي حين يفتح المستخدم الملف المرفق يحمل برنامج يسمح للقرصان بالوصول إلى محتويات الحسوب ويستخدم هذا الاعتداء المحدد الأهداف سيرفر في ألمانيا وفي هذا الإطار ترح تقرير تريند مايكرو تساؤلاً مفاده من جهة نجد هجوم متطوراً ومحدد الأهداف ومن جهة ثانية هناك هجوم يبدو من صنع مبتدئين لماذا تعمل المجموعاتان معاً؟ فجاءت الإجابة وفقاً لنظريتنا فأن هناك منظمة أو جمعية سرية تساعد القراصنة العرب على الثأل مما يصفونه عدواً للإسلام ويتوقع التقرير زيادة في نشاط ما اسماه الميليشيات الإلكترونية في العالم العربي في اللغة العبرية لهذا الأسبوع اخترنا لكم كلمات هدر، انفاق، وتحقيق أما السؤال هذا الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك فهو برأيكم هل سيتغير الشيء في سياسة العدو الحربية مع وصول مغربي الأصل إلى رئاسة أركانها؟ ننتظر إجاباتكم على هذا السؤال على صفحة أعرف عدوك كما هي مكتوبة على الشاشة خلفي وننتقل الآن إلى جولة فوتوغرافية على أبرز أحداث هذا الأسبوع موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ختم حلقتنا من أعرف عدوك إلى اللقاء المترجم للقناة